ده شران البطل بتاع فيلمنا أما دي فبتكون سنجنا والأحداث بتبدأ وأبو سواق توك توك وبيوصل صحفي للبيت ولما بيمشي ماته بيقتله عشان يفضحه في الجرائد وأبو شران بيمسكه وبيدفع عن الصحفي لحد ما بتوصل الشرطة للمكان وبتقبض عليه ولما بيرجح البيت مرته بتلومه علشان اتحدى ماته فبيحاول يطمنها هي وابنه لأنهم خايفين لكن فجأة ناس بتضربه وبيسيطروا عليهم كلهم وبنكتشف أنه ماته خرج من السجن بالرشوة وبيقت المراته قدام عينيه وهو مش عارف يساعدها وبعدها بيموته وبيخليه حصلها وشاران متفاجئ ومش قادر يصدق نفسه وبياخد أمه وبيوديها المستشفى لأنها لسه عايشة وفينكا بيعرفه أنها محتاجة عملية وفلوس كتير وبيقوله في ناس هتعالج أمك مقابل خدمة هتقدمها ليهم وهو بيوافق عشان ينقص حياتها وبيروح يودع أمه لأنه ممكن ما يشوفهاش من تاني وساعتها بيوصل لرجو الأعمال وعايزينه يعترف على نفسه بجريمة قتل ويشيل القضية بدل ابنه وهو خايف لكنه بيسمع كلامهم وبيدخل الإصلاحية وبينلاقيه دايما وحيد وبيتعامل من كل صحابه بطريقة وحشة جدا لكن مع الأيام بيتحول وبيستخدم قوته وبيرجى حقه بدراعه وبعد مرور 12 سنة صاحبه بيعرفوا أن الزباط هيدخلوا زنزانة المجرمين وينتقم منهم وفعلا بيطلع يجري بأقصى سرعة وبيقدر يوصل مكانهم في اللحظة الأخيرة وساعتها بيلاقي نفسه متحاصر منهم كلهم وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد ومحدش عارف يقف قدام قوته الكبيرة وبينتقم منهم لأنهم كانوا بيدربوه طول الفترة اللي فاتت وما كانش بيدافع عن نفسه علشان مدة سجنه مزيتش وتاني يوم المأمور بيشوف شران وبيقوله أنا عارف أنك ضربت المجرمين وبيطلب منه يبدأ حياته الجديدة من غير مشاكل ووقتها شران وصاحبه بيخرجوا من السجن وبيروح لبيت أمه وبيفضل يدور عليها في كل مكان لكن للأسف محدش يعرف عنها أي حاجة وبعدها بيقدر يوصل لفينكا وبيسأله عن أمه فبيعرفوا أنها ماتت بعد ما تسجن بسنة وبيكون في حالة صدمة كبيرة وبياخضوا الأبرها وشاران بيفضل يعيط ومش مصدق أنها ماتت بعد ما ضحب حياته علشانها ومع الوقت فينكا بيعرض عليه وظيفة في فانكوك بس لازم يطلع جوا السفر وتاني يوم باللاي عربية ماشية بسرعة وشاران بينكس صاحبه في اللحظة الأخيرة فبيتدايق جدا وبيطلع يجري وراها وعايز يوصل لها بأي طريقة لحد ما بيكون قدامهم وبيقسر الإزاز وبيتفاجئ إنها سانجينا وشكلها عجبته ودخلت دماغه وبعدها بياخد صاحبه وبيسيبه المكان وهي ما بتلحقش تشوفه ووقتها شاران بيروح لبيت المأمور ولما بيكون قاعد سانجينا بتشوفه وبتغمي عنيه وبتفتكره أخو صاحبتها لكن بتعرف من صاحبتها أنهم جايين يقابلوا أبوها وبتكون محرجة جدا وساعتها المأمور بيقابل شاران وبيوافق يطلع له جواز السفر بالرغم من إنه كان معطرد ووقتها بيشوف سانجينا قدامه ومش قادر يشيل عينه من عليها وفرحان ولما بيجي الليل بيروح مع صاحبه لبيت سانجينا وبيتسحب وبيحاول يطلع لها بسرعة لحد ما بيوصل لغرفتها وبيشوفها قدامه وكالعدم بسوط لكن للأسف بتاخد بالها وبتصرخ بصوت عالي وهو وصاحبه بيسيبوا المكان وبيمشوا وتاني يوم بيسافروا لمدينة بانكوك وبيقابل المدير وبيعرف منه كل التعليمات الخاصة بالشغل الجديد وبعدها بنلاقي مرشد ودايما بيساعد السياح في كل حاجة هم عايزينها وللأسف لسه سرحان في سانجينا وباين إنهم سيطرة عليه بشكل كامل وبعد فترة بيعرف من مديره إن سانجينا وصحابها هيزوروا بانكوك وبنشوفوا فرحان جدا وتاني يوم بيروحوا المطار علشان يستقبلوهم وفي الوقت ده بتظهر هي وصحابها وبالشكل ده حلمه بدأ يتحقق ولما بيحاول يقدم لها هدية بتستغربوا جدا وبتشيلوا شنطتها وبتعاملوا بطريقة وحشة وكأنه خدام وبعدها بيوصلوا للبيت اللي هيعيشوا فيه وشاران بيدخل الشنط للقوضة بتاعتها وساعتها بتديله بقشيش بشكل مهين وبترمي الفلوس قدامه علشان يخدهم لكن بيرفض كلامها وبيقولها خليهم لك يمكن تحتاجيهم وهي بتكون متضايقة منك العادة وتاني يوم بتتكلم في التليفون وبتشوف صحابها البنات وصحاب شاران بيتعاملوا مع بعض بشكل طبيعي فبتكلم مديرهم وبتقولوا لازم يلبسوا يونيفورموا موحد ويبنل الناس انهم خدامين عندنا وده بيخلي شاران متضايق جدا ولما بيجي الليل بيكونوا ماشيين في الشارع وده بيكون اسمه بيكو وبنعرف انه زعيم عصابة وفي الوقت ده بيشوف سانجينة قدامه وبتعجبه جدا ولما بينادي عليها وبيعكسها هي بترفض وبتهزق فيه وبيكون متضايق منها وفي اللحظة دي هو ورجالته بيمسكهم كلهم وبيكو بيحاول يتحرش بيها وشاران شايف كل اللي بيحصل قدامه وفي الوقت ده بيحميها منه وبيوقعوا على الارض وبيطلع يهرب بيها وبيسيبهم بسرعة وهم بيكونوا وراه لحد ما بيوصل لمكان غريب ومش عارف هو فين وساعاتها بيتفاجئ انهم متحصرين وما فيش مجل الهروب ووقتها بيبدأ يضرب فيهم وبيدافع عن حبيبته وبيمنع اي واحد من انه يقرب منها لحد ما في نهاية الامر بيخلص عليهم كلهم وبيكو بيشوف كل رجالته مرميين على الارض وبعدها شاران وسانجينة بيسيبوا المكان وبيضربوا قبل ما بيمشي وتاني يوم بيروحوا المرسل يخوت وبيركبوا المركب وبعدها بنشوفهم في وسط البحر وسانجينة بترقص مع صحابها وشاران بيبص لهم بكل استغراب ووقتها بيقدم لها الاكل بتاعها لكن للأسف ما بيجبهاش وبتفضل تهزأ فيه وبتهيم كرامته وهو متدايق وماسك نفسه بالعافية ومش عايز يرد عليها ولما بيجي الليل بيعملوا حفلة على المركب وعمالين بيغنوا وبيرقصوا وبيكونوا فرحانين وبينشوفهم بيشربوا بيرا بمناسبة ليلة رأس السنة وفي النهاية سانجينة بتذكر وبتتكلم مع شاران وبتفقد الوعي بتاعها وكل صحابها واقعين على الارض والشباب بيشلوهم والمدير بيسأل شاران انت بتحب سانجينة فبيقوله بحبها لكنها مغرورة وتفهى وبالرغم من انها قدامي لكني كاري هشوفها وبيمان عليه الزعل وتاني يوم سانجينة بتصحى من النوم وشاران بيقدم لها قهوة فبتفضل تهزأ فيك العادة وبتعامله بطريقة وحشة ولما بتكون ماشية بتتفاجئ اني بيكو موجود قدامها وبنشوفها خايفة منه وبتحاول تهرب وبتنادي على شاران بسرعة وهو بيجري في الاتجاه بتاعها وعايز ينقص حياتها باي طريقة وساعتها بيبدأ يدفع عنها وبيدرف فيهم كلهم وبيستخدم قوته الكبيرة ومحدش عارف يقف قدامه وبعدها بيركب متساكل البحر وهما بيكونوا وراه لكن في نهاية الامر بيقدر يهرب منهم وينقص حياتها وبيفضلوا يمشوا المسافة بعيدة لحد ما بيتفاجئ ان المتساكل عطل وهي بتفضل تهزأ فيه وبتعامله زي الخدم فبيضربها بالقلم على وشها وبيهددها لو ما سميتش كلامه هيموتها وفي نفس الوقت صاحبها بيرجعوا الياخت وللأسف بيدوروا عليهم لكن ما بيكونش ليهم اي وجود وللأسف الليل بييجي وهم لسه في البحر ولما بيطلع الصبح سانجينة بتلاقي جزيرة موجودة قدامها وبتبلغ شران واللكنين بيوصلوا للشاطئ وبيكتشفوا انهم موجودين لوحدهم والمكان فاضي من حواليهم وبعدها بتقول لشاران لازم يتأسف لها علشان ضربها بالقلم وبتتنك عليه لكن بيرفض وبيهددها لو ما سكتتش هيدربها تاني ووقتها بيبدأ يدور في الجزيرة على اي حاجة ممكن يستخدمها وتنفعه ولما بتكلمه ما بيكونش مهتم بالرد عليها واول ما بتغلط فيه بنشوفه متدايق وبيطلع يجري في اتجاهها بسرعة وساعتها بيهددها بالموت وهي بتتأسف علشان يسابها تعيش بيلقوا بيت مهجور قدامهم وبيدوروا فيه على اي حاجة ممكن يستخدموها وساعتها شاران بيقول لها انا ملك الجزيرة وانتي عبدا عندي وبيكرر يطلع عليها كل اللي عملته فيه وهنا بنشوفها بتعيط ومش عارفة تتصرف ازاي وتاني يوم شاران بيشوي سمكة وسانجينة بتعرض علي تشتريها منه بكل الفلوس اللي معاها لانها جعانة وفعلا بيوافق وبيخليها تاكلها لكن في المقابل بتخسل هدومه وبيشغلها زي الخدامة وساعتها بتسلمه اللبس بتاعه وبتسمع كلامه وبيديها بقشيش وبيكرر كل تصرفاتها اللي كانت بتستخدمها ضده وفي يوم بيخليها تعمله مساج وبيستغل خوفها ولما بيحاول يقرب منها هي بتبعده وبتطلع تجري فبيكون وراها وعايز يوصلها بأي طريقة لحد ما بيمسكها وبيقول لها ما تخفيش انا مش هأزيك لاني بحبك وبيفكرها لما شافها الاول مرة في العربية واعجب بيها وبعدها راح لبيتها وهي لقيت واقف في الشباك وبيعرفها انها غمت عينيه في بيت المأمور وما كانتش عارفاه وبيقول لها نكره تغرورك وتصرفاتك وبيطلب منها تتعامل مع الناس بشكل محترم وساعاتها بيسيبها وبيبعد عنها ولما بييجي الليل بتكون لوحدها وبيطلب منها تروح معاه وبنشوفهم في الكوخ وبيديها هدية بمناسبة عيد ميلادها وبنكتشف انه عارف كل حاجة عنها وبنلاقيها بتعيط وبتحضنه لانه امها ماتت في نفس اليوم ووقتها بيقضوها رأسه اغاني والعلاقة بينهم بتزيد وبتتطور اكتر من الاول وفي الوقت ده ابو سانجنا بيكتشف ان بنته مخطوفة ومحدش عارف مكانها فبيقرر يسافر لبانكوك بسرعة وبيجمع كل المعلومات عن شاران وبيبلغ رجالته يجيبوله تاريخ حياته من اول ما تولد ويوفروله طيارة خاصة ويدوروا عليهم والتاني يوم بيكونوا نايمين وشاران بيسمع صد طيارة ولما بيشاور لها سانجنا بتمنعه بسرعة وبتقول انا بحبك وعايز اتجوزك ولو رجعت الابوية مش هيوافق نكمل مع بعض فبيكون متفاجئ من كلامها وبيبدأ يحكي لها كل اللي حصل في حياته وبيعرفها ان واحد اسمه ماتو قتل ابوه امه قدام عينيه وازاي تسجل لمدة 12 سنة علشان امه ولما خرج اكتشف انها فقدت الحياة وبنعرف ان ماتو عايش في بانكوك وبيدير كل اعماله من هناك وده خل شاران يوصل للمدينة علشان يدور عليه وينتقم منه وبنكتشف ان بيكو بيكون ابنه وفي يوم ماتو كان في الديسكو وبيحتفل وشاران بيشوفه هناك وبيراب كل تحركاته ولما بيمسك المسدس وبيحاولي موته هو بيدفع عن نفسه وللأسف رجالته بيوصله المكان وبينكزه في اللحظة الاخيرة وبعدها بيهرب منه بسرعة وبيكون متضايق جدا وبنرجع للوقت الحاضر وشاران بيقول لسانجنا يا ريت ما تحبنيش لاني هكون ميت او مسجون وهنا بتبصله باستغراب وبين عليها الزعل وفي الوقت ده بيشوفه رجالة ابوها بيوصله الشاطئ ولما بيحاول يقاف ضدهم للأسف بيضربوه وبيكون ضعيف جدا قدامهم لحد ما ابوها بيوصل بالطيارة الهليكوبتر وسانجنا بتترجاي خلي رجالته يسيبوه لانها بتحبوه لكن بيأمورهم بانهم يقتلوه وبياخدها غزب عنها وبيحطها في الطيارة ورجالته بيضربو شاران وبيكونوا عايزين يموتوه وهي عملة بتعيط على حبيبها وزعلانة وساعتها صاحبه بيوصله علشان ينقص حياته وبعدها سانجنا بترفض كلام ابوها ومش عايزة تبعد عن شاران ومصممة تتمسك بيه وفي لحظة ما بيكلم المساعد بتاعه بيكتشف انها اختفت من المكان وهربت ووقتها بتطلع تجري في الشارع لحد ما بتوصل لحبيبها وساعتها ابو سانجنا بيكلم شاران وبيعرفه انه امه لسه عايشة وعلشان يشوفها لازم يرجع له بنته وهو بيكون متفاجئ جدا ومش قادر يصدق نفسه ومن ناحية تانية ماته بيشوف في التلفزيون صورة شاران وبيكلم ابنه بيكو وبيأمره يمسكه لانه هو اللي حاول يموته وتاني يوم شاران بيعترف لسانجنا انه هيرجعها لابوها في سبيل يقابل امه وفي الوقت ده العربيات بتوصل للمكان وبنلاقي ابو سانجنا وايف قدامهم وساعتها بتظهر ام شاران وابنها بيشوفها الاول مرة من سنين وبنلاقي اللي اتنين بيعيطه ومش قادرين يصدقوا انهم راجعوا بعد غياب وبيشكر ابو سانجنا علشان ساعده وبيقوله مش عايز حب بنتك وساعتها بيعرفوا ان فينكا ضحك عليه واخد الفلوس لنفسه ورفض يعالج امه وبعدها بيمسك بنته علشان يبقادهم عن بعض وهي عملة بتعيط وزعلانة وشاران قليل الحيلة ومش عارف يعمل حاجة ووقتها بيوصل بيكو ورجالتو للمكان وكلهم بيفضلوا يضربوا على بعض نار والموقع بيتحول لصحة قتال وللأسف بيكو بيصيب ابو سانجنا في رجله وبيهدد حياة بنته بالموت وشاران مش عارف يساعدها وفي النهاية بيهربوا ومحدش بيقدر يوقفهم وابو سانجنا بيقول لشاران روح لخطبتك وانقص حياتها بسرعة وفعلا بيطلع يجري وراهم وعايز يوصلهم بأي طريقة لحد ما بيلاقي واحد قدامه وبيخليه كلم ماته وبيأمره يسمع كلامه في كل حاجة وفعلا بيخضب الطيارة لحد ما بيوصل للجزيرة اللي موجودين فيها وساعاتها بيشوف سانجنا قدامه وهو مش قادر يساعدها وماته بيسأله انت ليه حاولت اتموتني فبيرفض يعرفه السبب وبيهدده بإنه هيخلص عليه فبيتفقه يسيبه يهرب هو وحبيبته في الغابات علشان يصطادهم من تاني والرجالته بيكون وراه وعايزين يوصلوله بأي طريقة وساعاتها بيقدر يفك الحبل اللي موجود في ايديه وبعدها بيخلص عليهم واحد واحد ومحدش بيكون عارف يتحدى او يوقف قدام قواته الكبيرة واهم حاجة عنده يدفع عن حبيبته وينتقم منهم لحد ما في نهاية الامر بيخلص عليهم كلهم وفي لحظة ما بيكو بيتهجم على سانجنا شاران بيبعدوا عنها وبيضربوا بالسكينة وبعدها بيقتله بسرعة كبيرة وبيرمي جسيته على العربية ماته وهو بيكون متفاجئ جدا وبينلاقيه عمال بيصرخ وبيعايت على ابنه لحد ما بيظهر شاران قدامه وبيفضل يضرب فيه وبيخليه مش عارف يدفع عن نفسه وبيباني انه ضعيف جدا قدامه وفي النهاية بيربط ايديه زي ما عمل في ابوه بالضبط وساعاتها ماته بيفتكر هو ابني مين وبيكتشف الحقيقة وفي الوقت ده بينتقم لأهله ويرجع حقهم وبيكتمع مع حبيبته بعد ما ابوها وافق على جوازهم ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوته وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد